كمان على فكرة التصرحات اللي بيقولوها الناس دي أهم من أي مباراة التصرحات اللي بيقولوها الناس دي عيب في حق ايه نحن يعني عيب في حق ايه نحن كمصريين وكإدارة بتدير الكرة في مصر ان المنتخب الليبي متحسر او بيقول خسارة ان المنتخب مصر ما يكملش المسؤولين في منتخب تونس يقولوا يا جماعة حرام ان المنتخب مصر ما يكملش دي اهانة ليه نحن إهانة لللجنة الخماسية والناس المسؤولة عن هذا المنتخب يا جماعة إحنا بنتكلم على جيل كامل وإحنا بنتكلم من الكلام ده من فترات طويلة أرجوكم أرجوكم ما يبقاش هو ده إدارة القرى في مصر إن إحنا مهتمين بس بالمنتخب الأول المنتخب الأول على عيننا وعلى رأسنا لكن طب حسأل حضرات وسؤال لو هذا المنتخب رجع وماكملش البطولة مين المنتخب اللونبي اللي جاي مين المنتخب اللونبي اللي المفروض يتعد خلال الفترات اللي جاي المفروض منتخب الشباب ده حيلعب البطولة الأفريقية إن شاء الله ويؤهل لكاس العالم ويكون هو النواء الأساسية لمنتخب مصر الأولمبي القادر منتخب كابتن شوق غريب حينهي مهمته السنة اللي جاي إن شاء الله تكون بمدلة طيب مين منتخب مصر الفراغ ده حنحله إزاي لو هذا المنتخب انسحب أو رجعه أو ماكملش مين هيتحمل مسؤولية سنتين ثلاث أولاً ثلاث سنين من التعب والمبالغ والصرف والمعسكرات والمجهود مين هيتحمل ده الجزء الثاني مين الفراغ اللي هيحصل ده مين المنتخب الأولمبي اللي هيكون بعد منتخب كابتن شوق غريب المفروض هذا المنتخب هو النواء الأساسية طب حتضرب إزاي وهتعمل مباراة وديها لمدة ثلاث سنين عشان تعهل اللعيبة دي واللعيبة دي زي ما انتوا شايفين لعيبة زي الفل لعبة الأهلي ولعبة الزمالك وكل الأندية كان نفسها وأمالها أنها تعمل حاجة لبلدها أنها تشرب بلدها بالوصول للأمم أفريقيا وإصرار على الوصول لكاس العالم ده حلم انتوا كده بتقتلوا حلم جيل كامل بتقتلوا ليه مجرد إهمال وعدم تركيز مع هذا المنتخب وأن الأمور بتتاخد خلي بالك يا سيهم الأمور كانت بتتاخد بالشكل ده كابتن ربيع ياسين كان بيشتغل بعد أربع خمس لعيبة وساعات بعد 12 لعيب ليه لأنه ما فيش لوائح يكلم مدرب يكلم بشكل شخص النادي يكلم النادي أنا عايز المدرب طب أنا كابتن ربيع مش هبعتولك ساعة يتمرر معك ويرجع هو فيه كده في الدنيا يكلم اتحاد الكرة لا أصلا أنت مصاريف كتير ما نقدرش نعمل معسكرات ما نقدرش نعمل مع احترامي ولو كابتن ربيع ياسين خدر بطولة الأفرق ورحكس العالم كله هيقول لك إحنا موجودين يعني خلينا نتكلم تاني عشان نقفل الصفحة دي أرجوك تاني المسؤولين على الكرة في مصر لازم يكونوا على قد مسؤولية اسم مصر الكبير من خلال مش منتخب مصر الأول بس منتخبات الشباب والمنتخبات الأولمبية والمنتخبات النشئين لازم يكون الرعاية الكاملة الرعاية الكاملة لازم منتخبات عشان نقدر إحنا كمان كمنتخب أول يكون عندنا استمرارية في النجاح هو دوة يا جماعة هو السورس بتاعنا هو دوة المصنع اللي بنعمل فيه لعبة المنتخب الأول فأرجوكو لازم التحرك يبقى أسرع ويا ريت بقى نرجع كمان يكون لنا صوت قوي في الاتحاد الأفريقي صوت قوي في الاتحاد الأفريقي دوة مهمة جدا جدا اتصحبت السجادة من تحتنا الفترة اللي فاتت لازم اسم مصر كبير جدا جدا على الصحة الأفريقية لازم هذا الصوت وهذا التواجد بقوة في الاتحاد الأفريقي لازم يرجع لمكان عليه